أوتوى كندا كرايسيز إن سودان يا هلا معاكم بروفيسور تاجر خزين أوتوى كندا كرايسيز إن سودان طبعا هم دان أكتر من كرايسيس واحدة C-R-I-S دي واحدة كرايسيس بال-E-S دا عدة دي المجموعة التانية من اليوتيوب وداء الفيديو رقم أربعة وداء أملة العملية المهينة العملية اللئيمة ومهينة اطلعت من الإيقاد هذا الرجل الوقح وركنة غابرييهو executive secretary of the إيقاد يوم الكنين 12 جون في الريبوبليكو في جيبوتي طلع ناشر صبحة addressing الناس نفس هذا الرجل الوقع هو اللي قال الإيقاد والهولد الجنرالين بتاعين السودان حميتي accountable هو هذا النكرة dare تهولد رئيس السودان ورئيس الدعم السريع accountable بدون ما يورينا كيف ما عنده آلات لو تشوف الاجتماع نفسه ده مفروض يكون صمت الصمت شوف على ذلك الرؤسي جوه في صبعين اللي هذا الواحدة الحقيقة الآن استغربت ليه ألمني جدا السبب اللي يودي مالك عقار الاجتماع ده شنو ماشي ممثل للرئيس بتاعه الرئيس بتاعه ذات يودي ليه ولو الأمور عادي السبب اللي خلي الرئيس شنو ما هي قيمة الإيقاد بتاع اليوم ده ما الإيقاد لما كانوا فيه معاه خمسة أصدقاء وعملوا سي بي إيقاد فيه أضعف حالاته وأكشولي البرهان مفروض يكون هو الرئيس بتاع الإيقاد بعدين شوف المزلة كده بزي ما هم دائرين قالوا والله هم دائرين يشيلوا الرئاسة بتاعة الوفد المفروض باشر للمفاوضات مع السودان أو مفاوضات السودان برعاية الإيقاد عايزيني شيلوس البكير شوف الإساءة شوف الإساءة وشوف قلة الأدب عايزيني شيلوس البكير واخد بدله الرئيس ويليام روتو أيوة بعدين شوف هذا الوقح شوف هذا الرجل قلة الأدب شوف الكلام قالوا جنرال البرهان وأنه في ظرف عشر أيام لو الحكومة السودان عندك راما تخلي هذا المفتري قاعد عشر اسمين ما تشوف خلقته البرهان أصحب السفير بتاعه رائتا واطرد السفير بتاعه لقلة الأدب دية رائتا وطرد السفير البرهان 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 طب أنا أفتكر أنا دايماً أتكلم عن الهوان يعني إذا الفريق عبدالفتاح البرهان عسكري ودع ساكر أول حاجة يعمل هي يزيل هذا الهوان من السودان أي خواجه يفتح خشمه يدعه بالجزمه في راسه أي زول زي المأفون داي بتاع كينيا أو المأفون بتاع الإيقاد يقيل أدبه يدو في راسه مش كلام صفت مش كلام بتاع الدبون المسيح ما بيفع معهم ما بيفع بعدين هذا الروت قال جزء من الدارك كوز كوز مع السودانيس جنرالز اللي اثنين خطاوهم اللي اثنين في مرتبة واحدة هذا الرجل قليل الأدب خطا الفريق البرهان ومحمد حمدان حميتي في مرتبة واحدة سودانيس جنرال سودانيس جنرالي غياب but EGAD will want a permanent cessation of hostilities to allow the country to hold discussions on how to reform their governance that's not what we want that's not our preoccupation that's not what we do we do we do the same thing we do the same thing to crush one and for all the same thing and if they fall one of them you have come the military tribunal and take his job but this is what is the first thing this is what is the first thing after that, see the table see the table on Mahana we have also agreed that in the next three weeks we also begin the process of an inclusive national dialogue to get the people of Sudan to discuss in their diversity the issues in their country I don't need the general will also have the opportunity to send representatives when you go to hell you go to hell ما عندك طريقة إلا الدياسفرا دائرة لم لم يمنات من الدياسفرا لم لم يمون لكن يعني على قدر مزول حزنان على الشيء الحاصل في السودان الحزن الأكبر هو هذا الهوان وهذه المهانة يعني آخر الزمن هؤلاء الصعاليق يتطاولوا هذا التواطل التطاول ويفترضوا على أن السودان is no man's land وأنهم يعني بالorganization المأفونة الضعيفة الحزيلة بتاعتهم دي ممكن يداخلين ويلملموا الناس ويعملوا الدارين وبعدين والله برضو بندي الأفورشونيتي يا الكلب البرهان هو رأس الدولة في السودان ما عندك أي حاجة ممكن تعمل بعدين شوف اللعبة شوف اللعبة وشوف الخيانة شوف اللعبة وشوف الخيانة الحكاية ما وقفت هنا كان طلعتها الأمم المتحدة مبعوثنا الخاص للسودان شوف قلت الأدب يعمل من نايروبي ومستمرون بالنقاش مع السلطات السودانية دخل الاثنين في شنو؟ أنت كأمم المتحدة ممكن تتسمير في النقاش جدا نتناقش معك نحن لو دارين لكن تدخل هذا الألمان الحقير البليد المفتري العنصري تدخل في الشغلانية يقعد في نايروبي ولا يقعد في السماء الأحمر أنا بفتكر زي ما أنا قلت قبل كده لما قلت البرهان ينتصر أو ينتحر مش ينتصر بس على الدعم السريع ينتصر على قلة الأنب دي أزوين بعدين يا أخي شوف شوف في ريتريا داني أضرب المسأل أربعة مليون نفر كرامة 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 يا سلام هم رأس الوزير الخارجي قلت أبا ما يمشي المؤتمر في جيبوتيا سوف اللي بودشنو ما بمشي في الفارغة كل كله ودي واحدة في الأخطاء كمية من الـ no identities no people no personalities ناس في المستوى الثالث والرابع والخامس بركبوا الطيارات ويجي الخرطوهم قابلوا رأس الدولة واي ليه المهانة دية في أي بلد تاني ما بقابلوا بلد desk officer ما بقابلوا بلد director بتاع الـ continent ليه يقابلوا مرأس الدولة فيا سعدت الفريق البرهاني يا أخي أعمل اللي رقبتك معزة أعمل اللي رقبتك كرامة لأنه من كرامتك السودان ممكن يستميد كرامته طيب حكاية ما وقفت هنا قوال وزارة الخارجية إدارة الإعلام والناطق الرسمي بيان صحفي تود وزارة الخارجية أن تفيد بأنه في السودان المشارك في قيمة الإيقادة الملعاقص في 18 يونيو في جيبوتي قد أبدأ عدم الموافقة لا ما أبدأ لم يوافق أنا ما عرف الناس دي الخايف ويشنو انت الرجالة بتاعت ودى الشلهمة وبانسيقها مشتوين يا أخي لا حول ولا قوتين الله بالله على عدد من الفقرات التي وردت في مسودة البيان الختامي للقيمة نظرا لعدم مناقشتها والتي يقفاق عليها طالب الوفس كالترية الإيقاد بحث فيها طيب وطالب بحث أي إشارة تخرج موضوع وصارت الإيقاد من البيت الأفريقي طيب البيت الأفريقي ذاته انت ما تعرفوا لينا وبعدين ما تورينا وين في البيان الختامي دي انت معترض ليه عملية مقتطبة كده زي التليغرافي يا أخي بعدين هل الناس عارفين على أنه هذا الألماني الحقير موجود في كينيا وحول مكتبه هناك وبعد ذا نقبل الرئيس بتاع كينيا مش عشان الرأس الإيقاد عشان يعتب بره بره من الحدود الـ 12 ميل تحت البحر المياه الإغلبية تحت السودان شوف ما هو أصله العاصمة ويتكسرت والاختصاد في السودان ويتكسر طيب فظل لك شنو تاني يعني فظل لك شنو بلا كرامتك وأنا أفتكر يلا بتودي لبتجيب دية السودان يأخذ منا موقف أمسك المغرب المغرب لأنه الاتحاد الأفريقي قال له أدبه واعتمد صحراوي كدولة كم سنة سبعة ثبانية عشر أسنين قال لهم you go to hell حصل شنو في المغرب ولا حاجة كونهم انطلعوا من الاتحاد الأفريقي absolutely nothing happened المغرب لا تزال المغرب لحد ما براهم والتحانيس شغالة لحد ما براهم وقرروا يرجعوا كرامة داني حاجة سيميلر هاديك زيغتي بسكتري بتعليقات دا حكومة السودان لازم تطلع بها في الكلام تطلعوا قبل كده قال to hold them accountable منو انت؟ منو انت يا صعلوق اللي ديو hold them accountable قالت نين؟ طيب أنا أفتكر حسا دا بيقى محق مختلف والله أنا يعني I raise my heart للسعودية وأمريكا على الأقل وسر الإقناعة لأن الحراب دي مستمرة وأنها ما حدي فأنهم بضيعوا في وقتهم وقالوا والله ابنجي راجعين تالي لما الناس تقرر على نذاري تتكلم لا كلام كويس جدا تتكلم أقول والله دارين نحارب نحارب دارين نوقف نوقف لكن ما بتحارب انت ما بتوقف انت بعدين كلام زي داي يعني أنا ما أنا لو مالك عقار قد طلعت بالاجتماع بعدين مالك عقار ذاته المرق من السودان يعني دا ما وقت عشان نايب رأس الدولة يطلع فيه من السودان والعساكر بيموتوا يا أخي وقاعد في هوتيل وشرف موية باردة وفي اجتماعات ومفاققة وفي الآخر تبقى بالشكل دي وهو قاعد تتحصر المهانة ديها عزيز قوم من ذو الله آمل من السيد الفاضل الذي يبدأ اسمه بعين أنه هذا الفيديو يسلموا ويوصلوا لسيد الفريق البرهان عشان يستمع له والأقل اسمع رأيه مواطن ما في ما عندي حق يا أخي عندي حق دار اتكلم معه دار اوصل له الرسالة عشان يتكلم على الرسالة أتكلم على أنه أيها الأخ الفاضل أنك توصل للرسالة وسيلسلة ستستمر بإذن الله والناس ما بتخلي السودان يعني انت جناك الميرض ما بتجعوه جناك الميرض بتعالجوه والسودان جنة طيب يمان الله